حي قومان حي متواجد وسط مدينة بيجايا يعيش سكانه مع هاجس سقوط أسقو في عماراتهم فوق رؤصهم في ظل هشاشة البنايات التي يقطونوها منذ ثمان سنوات أزمة السكان الخانقة وعدم الظفر بسكان لائق رغم عديد المرسلات دفعت بهم للاحتماء داخل هذه المدرسة القديمة رفقة عائلتهم متسائلين عن سبب عدم منحهم لسكانات جديدة رغم تصنيفها ضمن الخانة الحمراء سكان الحي رفعوا نداءاتهم للسلطات المحلية علّ وعسى تمكنهم من مساكن تأويهم وعائلتهم ترجمة نانسي قنقر